اهلا بحضراكم من جديد والفقرة الحوارية السنية والاخيرة من برنامج الاهل الليلة وزي ما احنا مع تعودين كده معاكم كل يوم ما سبت لازم نعمل فقرة اعلامية وصحفية عن الاحداث الراضية اللي بالتأكيد بنعيشها في الفترات الاخيرة سواء بالنسبة للمشوار المحل لم يكن عندنا مباراة محلية في الدور العام او المباراة الكأسة او حتى المشوار الافريقي لما بيكون داخلين في غمار المنافسات الافريقية ومباراة دور السمانية الكورتر فينال بالنسبة لمباراة الاهلي والنهرده الحمد لله النادي الاهلي قطع تسقرة التأهل إلى مرحلة دور نصف النهائي وكانت تغطية مختلفة شوية في برنامج الاهلي بالنسبة لهذه المباراة بعد الفوز أو التأهل على حساب سانداونز والوجود أو التواصل والوصول إلى مرحلة الدور نصف النهائي في انتظار الفائز من الوداد المغربي أو النجم الساحلي التونس لذلك فهذه الفقرة برحب بالتأكيد بالنقد الرياضي والكاتب الصحفي على أستاذ إهاب الخطيب إذا كنت أبو بنار الدنيا أهلا بك كابتن محمد مبسوط أني موجود معاك وطبعا مبروك لكل جماهير الأهلي ومبروك وعنى على شاشة قناة الأهلي فوز مستحق وفوز متوقع 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 أه متوقع ومن كل كان شايف المباراة صعبة جدا سواء هنا أو هناك هنا أنا كنت شايف مباراة هنا مباراة صعبة كانت فيه شوية أمور خلت الدنيا تمشي كويسة أوي مباراة هنا شوت أول مرعب ضغط كبير جدا شوت تاني ابتارت شخصيتك ترجع قدام الجمهور خلي بالك معظم لعبتك اللي بيلعبوا مش واغدين على الزخم بتاع الجماهير واستاذ القاهرة طبعا عايزين نشكر كل من ساعد وساها من الأهلي والزمالك يلعبوا على السادة القاهرة بجماهير ممثلين للكرة المصرية فرقت بشكل كبير جدا وواضحة الأمور بالضبط وبنشكر الجماهير اللي هي على قدر الحدث ولما خدت فرصة تثبت اللي هي قد الفرصة ريه أكدت وقالت اللي الناس دلوقتي بتتكلم صح وبتتصرف صح عشان الناس ترجع تاني تبقى موجودة على السادة القاهرة الشوط الأول في مباراة سانداونز على السادة القاهرة كلنا كنا عايزين نشوف سانداونز جاي عايزين يعمليه خاصة أنهم يمتلكوا دكتور كبير جدا دكتور بينج اسمه موسيماني موسيماني ده أنا ملقبه وتعاملت معاه الفترة اللي فاتت في البطول الأفريقية أنا في القاهرة كنت بقوله أنت بالنسبة لي دكتور بينج أنه مدارب كبير جدا ومدارب بتتكلم في التاكتيكس وعندك إمكانيات وعندك فرقة كويسة لكن أنت لما بتيجي بتلعب فرقة مصرية وبتتكلم عن الأهل أو دايما كده تستعين بالبنجو وتتكلم في كماليات وتتكلم في شكل كويس وكلامة كويس جدا لكن خلاص إحنا إيه فهمنا اللعبة بتاعتك والقصة دي مش هدخل عليها ما زودهاش أول مرة دي فظل أن فيلر من قبل مطش الزهاب فهم الشخصين اللي بتلعبهم لا خلاص هو خد نهج وماشي عليه هو خد نهج وماشي عليه وماشي عليه شوط تاني بقى محمد إحنا كنا شايفين اللعبة فعلا في الملعب مضغوطة قوي والجمهور الكبير اللي موجود اللي من وجهة نظرة أخطى أربعين ساعتها مش تلاتين لا حقا كان مقفول باستثناءة تلتة يمين تلتة يمين بس الاستاد كله كان مقفول تلتين الملعب كان مليان بالزبط كده وكان شكل الملعب رائع وبين الشغل شوط التاني مع الكورة إنت حسيت إن الدنيا جاية في نفس الوقت ما بصناش لقينا لساندهونز الشراسة اللي موجودة السكة هم خايفين الهدف الأول جيت الدنيا فتحت الهدف التاني يعني أنا في لقطة في المباراة الأولى زعلان منها جدا لقطة تغيير أفش اللي كانت فتاة القاهرة طبعا إنت كسباني 2-0 وقفشة طالع فطالع بالراحة والجمهور كله عمله إطلع بسرعة وقفشة والراجل شاف إن الفرقة عايزة تاخد نفسها وبيتصرف كويس لكن تخيل إن الجمهور والملعب كله بقوله طلع بسرعة عايزين يجيب تالت ورابع والجماهير ساخنانة فكرة اللقطة دي بالنسبالي لقطة تبايل لك الحماس قد إيه اللي موجود في الملعب بالزبط بعد الهدف التاني قعدت أبص على لعبة سانداونز أنا كنت موجود في الملعب وبص على حركاتهم وبص على موسماني وبص الراجل تحس إنه هو قالك الموضوع بقى صعب والأهلي بيروح قلت الأهلي بالإسلوب ده وبالطريقة دي هيسجل هناك كلام ده ناقيله في الملعب من هنا الأهلي يسجل هناك طيب في موقفين في البطولة دي يخلوا النادي الأهلي ولعبته يبقى عندها نوع من الحمية إنها تقدي بشكل تجيب أخيرها اللقطة الأولى هي مباراة الهلال ودي كانت مباراة فهريقة في السودان طبعا ده البطولة كلها تشوف فاكر أنا قلت لك إيه أنا قلت لك دي يعني ربنا يكرم فيها دي دمتش البطولة قبل ما يتلعب قلنا إن دمتش البطولة فعلا دمتش البطولة قوة المباراة دي في صعوبتها في الملعب اللي أنت بتلعب عليه في الحجد الجماهيري في الضغط اللي معمول عليك في قرار من الكابتن محمود الخطيب إن أترقص البيع سريف في ظروف صحية معينة في حالات معينة نوع يكون موجود طيب شفنا الملعب عامل إزاي وشفنا الأداء إزاي دمتش الهلال الهلال دي اللقطة اللي بعد دمتش الهلال في السودان بالضبط تمام وشفنا الملعب والدنيا عاملة زي محمد والضغط اللي موجود والزخم والأمور الكبيرة دي وفي نفس الوقت اللعبة قادة اللي عليها ويبقى لقطة اعتدال التحكيم الأفريقي هي فرص الرهان في البطولة لنجاح البطولة وتأكيد إن البطولة تروح لمن يستحقها فرقة اللي هتلعب وتقدي بالشكل المطلوب وبالشكل المحترم عن عمد هتلاقي نفسها لأن حتى بكاري جسام النهاردة مضغوط وعارف وبيعمل ايه عكس اللي فات بلعب لإسمه ردوان جيد حكم رائع مع الأهل مع الزمالك عمل معادلة كبيرة جدا جدا من العدلة خلت الدنيا ماشى للفرقة اللي بتلعب غربال الجزائري حكم رائع هما الحكام دول كانوا فيه عايز عرف غربال ده بكتور جميز طبعا ولا كلمة لكن عايز أقول الحكام دول كانوا فيه كانوا متشارين فيه كنا بنشوف بقى حكام غريبة في أدوار غريبة كان اليومني أنت بكاري جسامة بملكة سيمة طبعا بس لأ أدول وهم قالك لبكاري نديله فرصة أخيرة أو يعني نديله هو حكم عنده وعنده إمكانيات لكن بيتوحى زي ما هو عايز لكن الضغوط الأهل اشتغل على ملف ده كويس بعت الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي ويشتغل على حكم المباراة حطوا في المكان لو الأهل مش عايز حكم يجام له الأهل عايز حكم عادل أنا قلت ده في الإنترو الأهل بيمارس ضغوط الأهل بيتكلم عن العدالة التحكمية وأن إزاي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي طالما مهتمين بهذا الملف كل حكم يعي مسؤولياته الفترة الجاية ولو تقدر يا محمد تمارس ضغوط عشان تحقق العدالة أهلا وسهلا لو تقدر تمارس ضغوط عشان تحقق العدالة أهلا وسهلا اللقطة بقى المهمة واللقطة بقى الكبيرة مش إن السنة اللي فاتت الأهل تغلب من ساندونس خمسة والناس هتسأل كرة القدم ما فيهش كده وانا واحد فكرة الصقر يعني لا فيش فكرة الصقر في كرة القدم لكن هي فيه فكرة التحدي فيه فكرة رد الاعتبار فيه فكرة إنك أنت عايز يعني لازم الناس تفهم من الكرة والرياضة فوز وهزيمة لكن لما تتغلب يبقى عندك الحافظ إنك تكسب لو شفت لعبة النادي الأهلي كلها في لقطتين بعد مباراة ساندونس قالك عايزيني نقابل ساندونس داني مظبوط كله كل اللعيبة بس هي كانت كانت القصة بالنسبة لنا فيه في إن الناس كلها خادت الخمسة وقعدت تكلم فيها ما خدتش قبلها كان فيه موقع مهمة جدا كانت فيه مباراة أهلي وزمالك على ملعب فيه نصف متر مية مباراة القمة مرج العرب طبعا دهو الاتحاد كانت قمة الوحل وبعدها مباراة يعني وكانت انت رايح مجهد ولكن دي ظروف بس عشان تبقى الناس حافظة ومرتبة الدنيا اللقطة الأروع والأفضل هي سخريت مسؤولي ساندونس هي اللقطة دي خالد هي اللقطة دي برجاء ومزبط اللقطة هي اللقطة دي بس هي مكتش سخرية بص 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 محام بص أنا كنت موجود مع خالد من قبل الأروع بيومين ويومين بص محام أي حد انت عشان شفت بواطر الأبون وعارفنا وتعارف خالد وكل الدنيا تمام لكن هذه اللقطة اتصدرت بمشهد لا يليق وهي خرجت في توقيت لا يليق وخرجت بهذا الشكل وكانت أكبر حافظ عند الجميع إن هنا من يضحك أخيرا يضحك كثيرا شكرا دي لقطة مهمة جدا 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 أعتقد أن لعبة النادر أهلي اللي قالب بعد ما تشل الخمسة عايزين قابل تسون داونز تاني واللقطة دي والنهار ده اختام المباراة أهل أهلي ده أفضل رد طب هو لما طلعه أبرر وقال لك أنا بضحك لأنه ما قلتش عايز الأهلي مش باين على دحكته في دحكة حلوة في دحكة صفرة يا محمد بص يا محمد أنا في الحاجات دي أنا في الحاجات دي أحب أسمعك جدا أه وأنا أحب أقول لك أن الأهلي من الفرق اللي تحترم أكيد الأهلي من الفرق اللي تحترم ليه؟ نيانجو لما نشر قبل كده على سيابه على الأكاونت بتاع تويتر فكرة الليل تومي جيري في كل واحد بيهدف من حياته مين عايز مين آه بالزبط دي اللي كانت أكتر حاجة فيها مصررة سخلية وكان فيها رد فعال كبير بس هي دي اللي خادت وش القفص دي اللي خادت رد فعال عشان العيون كلها كانت عليها تاني المتخصصين شوي لما هنا بقى الجمهور والناس وخادت أهل لأ وانا كنت بتحكي شخصة كنا بنقول كذا اتحك سأخد بالك أنت الأهلي هو ده بقى ده اللي أنا بقوله إيه إن الأهلي فرقة تحترم وعندما تعود شخصية الأهلي ويعود أداءه دايما الأهلي ما يبصش غير على نفسه محمد لما شخصية الأهلي بتعود وشخصية البطل بتظهر مع احترامي لو قدام الأهلي مين معروفة أحيانا بقى عندك مشاكل بتبقى أنت عارف بتبقى شايف أنت مش في فرمتك بتبقى شايف أنت مثلا بتحدث فرقة أو حاجة بتبقى الأمور معروفة إنما أول ما تحطت رجلك على التراك بتاعك وتستعيد شخصيتك اللي أنت طالع تلعب وبتقدي بشكل كويس رائع فيلر بقى والأهلي الفترة اللي فاتت كان الكلام كله إيه فيلر محلي والأهلي محلي والدولي غير والغربي غير طبعا إحنا بنفرح في الكلام لمطش هيخليك تحكم على الأهلي وفايلر إنه محلي ولا مطش هيخليك تحكم على الأهلي وفايلر إنه أفريقي ودولي واوا فبالتالي لازم متعقلين في إصدار الأحكام والتقييم والتقييم خاصة أنا محمد إن إحنا أمام حرب ملعونا اسمها السوشيال ميديا وأنا من خلال ممبر قناة النادي أنت وصفتها بالشكل ده؟ طبعا ليه طيب؟ لأن أنا بقول أنا في الشغلات دي من 98 وعلى شاشة خناة الأهلي من التأسيس عمرنا ما شفت قد الفترة اللي فاتت زي السنتين اللي فاتت من التراشق بين الجماهرين هنا على القعدة هنا وهنا وهنا كان بيجي نجوم أهلي ونجوم زمالك ونجوم كل الناس ودايما الأهلي بيمدي إيده لنبز التعصب وهفضل أقول كده هنا كان أحمد حسن موجود في معسكر المنتخب وعمل مع نجوم مصر نبز التعصب عمل حالة عن نبز التعصب طبعا وهنا هنا هنا في قناة الأهلي وقتها أنا فاكر كان كابتن فاروق عفر وكابتن طه بصر الله يرحمه وكابتن برجيلة كابتن حسن شحاتة بأولاده في البيت الكبير يعني يا جماعة دي الرياضة اللي احنا بنحب نشتغلها فأنا برضو بقول من هنا إن جمهور الأهلي والزمالك اللي متوحدين على الديئة عشرين وع الديئة أربعة وسبعين جمهور النادي الأهلي والزمالك المتوحدين ومسكين إيدهم في بعض في الديئة عشرين في الديئة أربعة وسبعين أتمنى إن دائما تبقى دائما في بعض كل واحد شجع في رئيته لكن عايزين نقلل المساحة والجياب الكبير اللي ما كانش بين جمهور الأهلي وبين الجمهور الزمالك سواء بقى صوت عالي أو بعض الألفاظ أو القموس اللي دخل في الرياضة أو بعض اللاعبة اللي مش مقدرة قيمة قيمة اللي بتحمله من من سمو وأخلاق ورياضة لازم نرجع للحتة لإنه في الآخر كلنا هندفع التمن نهاردة بنقول للزمالك مبروك إنه تآهل وعمل مرش حلو وبنقول للأهلي إنه تآهل منتخب مصر بقى فيه أهلي وزمالك كده ده كل ناس أقول لك إيه ما عندناش بقى مشكلة في حراس المرمى أبو جبل والشنوة فين على الحل جميل ده جميل الكرة كلها جميل عايزين كله يبقى كويس عايزين كله أهلي وزمالك وكل الفرق وجون هنا وجون هنا ومهاجم هنا ومهاجم هنا وصفة محمد مهاجم زمالك بنور عليه كويس طبعا لازم نقولها عليك كويس بعيد منتخب مصر طبعا طبعا والعيد بيقدي يا جماعة الكرة استمتاع الرياضة استمتاع فدايما هنا من خلال البيت الكبير ومن خلال الأهلي ومن خلال شاشة الأهلي اللي ده ما نعودتنا إننا بنتكلم باحترام وبأدب وبنتكلم في حدود الرياضة لازم كنت أقول الرسالة دي لأن أنا نفسي الدنيا تقل شوية محمد وتهدى شوية وتهدى شوية ونعرف إن أي صوت عالي أو أي ألفاظ وتطلع بسرعة إن شاء الله بإذن الله طيب في جزئية مهمة جدا وهربطها بالإنت قلته لأن فيلر حتى تساعل عليها من صحفي جنوب إفريقي في المطمر الصحفي على فكرة تأهل للأهل والزمالك للدور لنصف النهاية في البطولة الإفريقية رد فيلر إن ده بينعكس أو ده بيعكس مدى قوة الدور المصري وتأكيدا لده كمان إن القرى المصرية الحمد لله فيها مستوىات كويسة جدا طبعا ما فيش كلام يعني لا الدور ضعيف ولا المستوىات الفرقة في مصر ضعيفة لا بالعكس الدور كويس الدور جيد الفرقة وصلت سمي فاينال وشوف واضح كده إن أقوى دوريين الدور المصري والدور المغربي هم هم الدوريين وحدين اللي طبقوا الفار يعني أخذ ذلك يعني يعني واضح إن طبعا مازين بفرقة محترمة أكيد سانداونز سانداونز فرقة وكل فرقة جنوب أفريقيا بتلعب كرة حديثة وكرة متطورة كرة كمان هي يعني بتختلف عن الكرة أفريقيا إنها ملاحش في العنف خالص وكرة فيها رقية الترجي غياب لعيبة مش غياب لعيبة هو الترجي فرقة كبيرة آه كل فرقة بتمر بمرحلة دي قبل كده كان موجود آه أن ينبأ وفي فرق كتير بتتواجد لكن الفرق اللي بتلاقيها على طول مكامل ده الأهلي المرس 16 في تاريخه بيبسل الدور قبل النهائي فأنت عندك أرقام وعندك سيرة وعندك تاريخ كبير لازم تكمل واكتر من نصه وصلت فاينل طبعا يعني وصلت حوالي 10-11 مرة الفاينل طبعا تتكلم في أرقام سميارة فبالتالي كلها دي أرقام محدش يفهمها بقى غير المنتخبات والفرق والناس كبيرة اللي هي علامات فأنت النهاردة اللي انت فيه ده ده الطبيعي بتاعك ودائما زي ما بقولك انت كفرقة أهلي ماشي كويس آآ أمورك مزبوطة عمرك ما ببص ده إيه وده إيه انت ما ببص غير على نفسك بس طيب فبقولك من استاد القاهرة هنا وأنا شايف إن النادر أهلي يتقاهل طيب استاد القاهرة سيمي فاينل ممكن ولا مش ممكن أنا عايز ركو أنا بكلمك اضطرحت دلوقتي الفكرة دي على السوشيال ميديا ناس بتسأل نتمنى استاد القاهرة زي ما يكون على قدر الحدث وكان موجود في دور الثمانية لو بنسبة عشرة في المية فيه إمكانية الناس كلها تشتغلوا وتساعدوا على أنه يكون موجود سيمي فاينل أنا بقولك مية في المية على استاد القاهرة مية في المية آآ أنا مش عاد في القرار إيه لكن أنا بقولك بعد هذا الإنجاز للأهل والزمالك وبعد نجحت تجربة دور الثمانية دور الثمانية آآ وبعد النجاح هذا الشكل والأداء جميع الأهل وجميع الزمالك وتخرج تخرج المباراةين بهذا الشكل وشفنا مباراة الأهل العدد الكبير اللي كان موجود فيش غلطة جمهور بيشجع بشكل مثالي الأمن والدولة والمسؤولين مدوا إيدهم وكانت النتيجة إيجابية جدا مع الجمهور فالنهار ده لازم يقولك زي ما أنا مديت إيدي ولقيتك كويس ده أنا همدي لك إيدي تاني وتالت وده دور الدولة اللي دايما دايما بيلاقيه موجود في محله يعني حتى فكرة الصيانة وأرضية الملعب والبزرة الصيفية يقدر يتعامل معاها حتى لو بالنسبة بسيطة عشان تلحق المرحلة الدورة بالنهاية شوف فقا تقولي بزرة صيفية أيها تقولي بزرة شتوية تقولي ترايح مركب محمد الجامس الجنين مش موجود أه استاد القاهرة هو كلمة السر للأنداء المصرية للوصول للنهاء الأفريقي ما فيش كلمة يا رب ولا أنت تخلى الإدارة الرياضية في مصر ولا الإدارة الأمنية في البلد ولا المسؤولين ولا المحبين على مساعدة الفرق المصرية حتى يصلوا للنقي إن شاء الله خاصة إن إحنا عندنا كده حاجة غريبة إن إحنا مقدناش علشان طبعا يعني نستغربه في النهائي ما استغربتش؟ لا أنا ما باستغربش في الحاجات دي لأن أنا مؤمن إن الحاجات دي في كواليس بتبقى مش في كواليس وغير كده هي مش مسؤولية اتحاد الكرة واحدة عشان ما حادش يهاجم لها ده ضمانة حكومية في الأساس ده قصة كبيرة بس كان لازم هنا وزار شبابه الرياضة واللجنة الخماسية يضغطوا ويشوفوا القصة دي لأنها مباراة ولكن مباراة هيتسلط عليها أنظار العالم كله وأنا بقول لك أهو وأنا بقول لك أهو غالبا هتبقى أهل وزمالك يا رب يعني غالبا غالبا الفاينال هتبقى أهل وزمالك وخلينا أقول لك أول واحد تنبأ إن ممكن أو عنده الرؤية دي هو طريق حامد لعب الزمالك نوقع أن الفريتين يكونوا فينال طريق حامد لعب الزمالك بعد قبل مباراة الترجي مباراة العود اللي هي العودة أصدق بعد الزهاب هنا قال لزميله كده في النادي في الزمالك قال لهم إحنا أقول أهل في النهائي يا سر معي بقى أحلى أنا بقول لك هي شكلها رايحة وأنا تمنى إنها تروح فريتين أهلي وزمالك ونهي أفريقيا ما بالك بقى ما بالك لو كان كمان إنت مختار ملعب هنا كانت الدنيا كانت تبقى أحلى وأحلى لسر الاسف يعني التوقيت الرسمي انتهى الكاف أعلن عن الملعب بشكل رسمي حدد الاختيارات وحدد الإعلان الخميس الجاية 11 مارس مزبوط أنا بقى كان نفسي يبقى ترتيب متأخر بمعنى إن انت في دور الأربعة لما يتحسن في دور قبل النهائي تيجي تقول يا جماعة نقدم دلوقتي ليه بقى لأنك تبعد على الأربعة اللي بيلعبه تاخد ملعب محايد تاخد ملعب على الورق المحايد حتى هذه اللحظة الملعب بالكاميرون ماشي على الورق ما هو ممكن يعني أستخدم لك فيه معايير أنت ممكن فجأة أنت قفلت دلوقتي ممكن فجأة اللجنة اللي بيتبص على المعايير تلاقي مش متوفرة في التلاتة بس كده أو يروح يقول لك الملعب الكاميرون ده ما فيهوش اللي إحنا عايزينه يبقى أنت هتروح ملعب في نهائي ممكن يبقى معاك حد من طرف منه بعيد عن أمنياتنا بقى ورؤيتنا وكلام ده ففيه حاجاتك اللازم يبقى أنت برضو متدخل فيها ولكن هقول لك تاني عندما تعود شخصية البطل لا يفرق الملعب ولا يفرق الملعب أول أهلي واحد كاب بطولة بره مصر أهلي كل بطولاته كابها بنتائجه الخارجية مظبوط حتى أن الجيل الزهبي الجيل الكبير بقى أبو تريكا وشوقي بص هنقعد نعد جمعة ومتعة ببركات كلها هيقع مننا وحمد حسن أكيد كلها هيقع مننا ناس كتير وساد معاوض هيقع مننا ناس كتير جدا كويس والحضر اللي أنه ساهم في جزء مهما كان ليه هو ساهم في جزء الجيل ده زي ما كان عنده روح الانتصار بره مع جزيه نفس الروح دي اللي خالت المنتخب في 2006 2008 2010 يحقق نتائج إيجابية خارج أرض طيب الجيل ده اللي بيمثل الأهل في الفترة الحالية مكسب النهاردة وإنك تكسب سانداونز في بريتوريا ونتأهل للسيمي فاينال ده بداية تكوين شخصية جيل جديد في النادي الأهل عايز يكسب بطولة شوف الشوت التاني على استاد القاهرة أمام سانداونز هو البداية الحقيقية لهذا الجيل الشوت التاني الشوت التاني اللي هو أنت خلاص خدت رهبة الجمهور ضغط من عليك تشال قلت لازم أعمل حاجة في هذا التوقيت تطالع من هنا باتنين سفر مع الرقفة رايح هناك بتلعب وتعمل اللي أنت عايزه تعمل اللي أنت عايزه لازم برضو وإحنا بنقول ده لازم نقول أن اللي عمل نفس القصة وسافر مع الهلال عشان الماتش صعب قال لك إحنا سافرنا الأصعب نسافر ده أي مكان الكابتن محمود الخطيب رصدت المشهد ده إزاي أقول لك على حاجة أنا قعد تسأل وكابتن سامير عاد ليقول لك مين رئيس بعسة مين رئيس بعسة مين رئيس بعسة مين رئيس بعسة أقول لك على حاجة كده يعني فكان في بعض الأمور كده بعد مباراة السوبر وبتاع وقبل المباراة هنا كان لازم حاجز وتذاكر فشاف كابتن سامير عادلي في النهاية قلت له كابتن عايز أعرف مين رئيس بعسة فالمهم عرفت فقلت له بص يعني الكابتن الخطيب طالما أخذ المسئولية دي إن شاء الله ربنا هياكري في مسئول ممكن يهرب من ماتش ده مش معناه لأنا هنا بقول إن الكابتن الخطيب وشه حلو أو وشه وحش لا مش ده المقياس لأنه ممكن يروح ويتحمل المسئولية والفريق يتغلب خلاص انت عملت اللي عليك مظبوط خط بالك لأن انت النهاردة ممكن ناس تفهم كلامنا غلط يقولك يا عمد ده طالعين بيتكلموا انت فاهم انت بقى وبيجاملوا وكلامنا ماشي انت خد القرار الصح وخد المسئولية والنتيجة دي هتيجي على قد اجتهادك في الآخر هي انت بتشتغل وتوفيره ربنا بحلفك أو ما حلفكش بس انت بتشتغل كابتن الخطيب طلع مع الفرقة وفي الهلال حصل الزروف والفرقة ما كذبتش خلاص برضو ماتش سانداونز النهاردة كل حاجة تمام والأمور وكابتن طلع رئيس بعثة ووفر كل حاجة وعمل عليه واخلى مسئوليته تماما وما كذبوش أو خرجوا خلاص طيب مع المجهودة ربنا قرم يبقى الحمد لله بالزبط فهي قصة لازم تتأس كده اعمل عليه عليك وخش وشوف الدنيا ايه وهي هتلاقي النتيجة لكل مجتهد النصيب على طول واكتهادك كمان انت بتوسع نسالة للجليل معاك اللعابة اللي موجودة ان فيه مسئوليات الناس الكبيرة المسئولة عن الناس وعن الكورة حسة بالمسئولية فانت كلعيب لازم تحس معي بنفس المسئولية لازم اديك كمان حيطة الطبانينة طبعا انا قرمز كبير في الكرة الافريقية ما فيه واحد يقولك ايه وانت واحنا بنسافر مع فرق كتير وبنسافر مع المنتخب وبنسافر مع فرق من الدوري وبنسافر وكل يقولك ايه سابونا يا عم صفرونا وسبونا احنا هنا موجودين بقى وان شاء الله الناس قعدة هناك عشان كذا على نفس القياس اختبار حقيقي تقييم اصل الدوري اضعف من الافريقي اصل الافريقي اقوى اعتقد خلاص بقى كل هزي المعايير انت تتحط جانبا ونبدأ بقى نبص على مشروع معانا الفترة الجاية حاجة كبيرة جدا ان شاء الله فيلر مش هيقيم النهاردة ولا العيبة الاهلي هتقيم النهاردة بمعنى قلتلك مش مباراة هنقول فيها ان فيلر والاهلي عالمي او قاري ومباراة نقول لا ده محلي لا التقييم بيبقى بالنتائج التقييم بيبقى بالوحدة الكاملة الوحدة الكاملة الناس نسيت جدول الدوري انت الاهلي لعب 16 جولة 48 نقطة بصبوط المقاولين 32 نقطة مركز تاني الزمالك مركز تاني 31 نقطة برامج 29 نقطة لا ما انت ما تحط انت بعد الجاب اللي انت واخده ده تيجي تبص نفسك دلوقتي بتقيم في التوتل بتلاقي نفسك في قبل نهاية أفريقيا وكسبان سانداونز ومتعادل على ملعب واحد واحد وانت اللي مسجل وانت اللي كنت أقوى على الملع مظبوط وتبص على مسابقتك التانية المحلية انت موجود في مكان لوحدك محدش جنبك ومع ذلك المنافس التاني الزمالك اللي موجود معك وفرقة محترمة برضو قطع نفس الشط اللي بينه وبينك جاب في المسابقة 16 نقطة ويسأله يقوله يقولك الدور المصري قوي يعني رغم هذا الجاب برضو بالأرقام الدوري بتاعه قوي فبالتالي هي معادلة كبيرة والمعادلة تأتي من ان تم اختيار مدير فني عنده طموح وعنده سمات وعنده شخصية المدير الفني ده كان لازم ياخد وقت الوقت المحمد اللي بياخده علشان يعرف قدرات اللعيبة يعني يعني فيلر قعد فيه فترات يعني عايز شوف مين اللي هلعب ما ترحقفش عايز يدي المين طيب آآ جيرالدو يوم تديله النهاردة انا بقولك رقص الدنيا كلها في التشكيل وطريقة اللعب طبعا النهاردة هو مركز بشكل جامد جدا انا بقولك بص النقطة اتكلم بعد بعد انتو في صراحة دائمان الصابقي كان اللي جريدت الوطن ما انا هقولك لا هقولك على حاجة تاني برضو عشان ايه النقطة اللي هم هتكلم مش انت معي بس ده حق حق كل الزمل هناك ده انا نفس اتكلم في النقطة اللي بس بعد ما خلص لك القصة اللي بعد ازناك يا محمد تمام ففايلر وصل لمرحلة ان يدرك كل لعب يقدر ياخد منه ايه خلي بالك وعايز من ده ايه وده يلعب امتى وده يخلص امتى وا 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 النهاردة فايلر لما بدأ باربعة تلاتة تلاتة تمام وعمل تغييراته قبل ما الملعب يقلب اربعة واحد اربعة واحد ويحط تغييراته كلها خد بالك بقى من اهم نقطة انت ممكن تبقى نازل بتشكيل هجومي وتنكمش في الملعب في التلت بتاعك ويقولك ده نازل بتشكيل هجومي لكن اداءه في الملعب صفر ومضغوط في التلت بتاعه النهاردة فايلر لما غير الطريقة وعمل التلاتة تغييرات ونزل معظم تغييراته دفاعية الاهل اللي اعب هجوم يعني الاهل التلاتة تغييراته كلها للتأمين كلها للتأمين ايمن اشرف محمد هاني حسين الشحات في قلب الملعب مثلا حل ويعتبر حسين كان بيه شكل اضطراري عشان جيرالدو لصابة جيرالدو حل لكن في الآخر تنفيذ والكل شايف ان بالشكل ده خلاص انت قافل شكرا وفي الوقت ده الاهل كان مضغوط من سانداونز وسانداونز راح بأكتر من كرة والشناوي بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب هايل وهو بيعاني من نازلة برد على فكرة هايل يعني بجد الشناوي النهاردة تحاول نازلة برد في الحر ده هايل هايل ولعب ممتاز وكلهم النهاردة نهاردة الميزة من الاهل بيقدي جماعي روح بيقدي جماعي ففايلر النهاردة بالشغل اللي عامله ده كل يوم بيكتشف في لعبته اكتر وبياخد اكتر وكل ما بياخد مع الفريق وبياخد من الامكانيات لازم هيديلك النهاردة كان واضح جدا جدا من التشكيل والنهاردة واضح من التغييرات اللي وإحنا قاعدين وانا قاعد كده قلت لو قافل الملعب من دلوقتي وقافل الدنيا لا في خطر كبير جدا كان لسه باقي تلت ساعة كان باقي تلت 25 ديئة كمان فانت النهاردة عملت التغييرات دي اللي هي شكلها بتصب في القلب الدفاعي ولكن مرضودها في الملعب لما جبت اجاييه في المركز الاس الحربة بدل الباجي لما طلع وجبت احمد فاتح حطيته في النص محمد دينا حطيته ناحية المين وحسين الشحات ذات انت رحت بكذا كرة وحسين الشحات لتضغط عليه فيه لعيب لازم هيجيه الوقت وغزب عنه مبقاش في الفورمة هنا دورك انك ترجعه مش توقعه مش تفقده طبعا طبعا لان انت محتاج كل لعيب وبالتالي مروان محسن اتعرض لظروف عمل ماتشي سانداونز بعمل زي ما كتاب قال مش عايز اقولك بقى ان طبعا الكاميرا بيجيبش كل حاجة عمل كل حاجة في المرعب كل حاجة في الكرة كل حاجة في المرعب عمل كل حاجة وقده بشكل رائع جدا فبالتالي لازم بقى فيه نظرة هنا للسنائي كمان فيلر كان عليه دغوط الفترة اللي فاتت اه يجدد مش هيجدد انا بقولك ده مدرب رائع ومدرب محترم وفيه ميزة فيلر ما بيعانيتش يعني راجل مارين جدا الاول كان بيقولك ايه اه فيلر مش بيحب ياسر ابراهيم حل ما بيلعبوش ومش مقتنع بيه وبطيق فهم لكن لما ياسر اداله في التدريبات واداله فرصة لا ياسد خلاص خد مكان يبقى اللي فات ده الانتباع ده المدرب الناجح خلاص شكرا اخد الانتباع بتاعة دلوقتي كمان فيلر من المدربين الهديين نادرا لما تلاقيه عنده الفرحة بتاعة النهار ده اكبر فرحة في رحة من ساعة ما جيه النهار من يوم التسع بالزبط مع الجون الاولاني فبالتالي هنا فيلر المدربين الكويسين الاهل ما بيمشيش بالقطعة عارف هو هيعمل ايه مع الموديل الفني فبقى ده فيلر تشكيل بقى طيب قبل ما تروح للتشكيل لانه نبدأ بقى نروح لبريتوريا ونشوف الاجواء هناك جميل وعنده مفاجأة لك لقاء مع احد الشخصات قد تتكلم عليها نشوف كده هيقول ايه بعد المباراة نعمل شوية ساسبنسي شوية مع الجماهير بازن الله طيب نروح نشوف لقاء بعد المباراة ونشوف طبعا الزملاء وزميل فروه صلاح بعد المباراة محضر مجموعة من اللقاءات لكن فيه لقاء مهم جدا نسمع نشوف الاول الضيف اللي كان معه قلقي وطعليكا كمان الاحداث اللي حصلت خلال الفترة الاخيرة من جديد كل التحية لكل مشاهدة متابعي شاشة قناة النادى الاهلي عقب نهاية لقاء الاهلي وساندونز في اياب دورة ثمانية لدور أبطال افريقيا وفوض قوي بأهل النادى الاهلي بعد التعادل مع ساندونز بنتيجة واحد واحد في استاد لوكاس موريبي يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء كابتن خالد علي نص ساندونز ونص أهلاو كابتن خالد عايز أقول هارد لك وقول الحتة مبروك لنادى الاهلي مبروك لجماهيره مبروك لمجلس قدرته مبروك لإيكو النادى الاهلي استحق أنه يعدي للدور التاني النادى الاهلي كان موجود النهاردة بقوة وكانت مفيدة جدا النادى الاهلي يجي بدري علشان يتعاود على أجواء جنوب أفريقيا فرقة زي ما قلنا ساندونز فرقة بتلعب كورة المدرب قال ان احنا نتقابل في الوقت الغلس او تقابلنا في الوقت الغلس بعض الناس دايما بتتكلم وبتقول تصرحها بيت سمو سماني بتنيم النادى الاهلي وجماهيره لا طبعا وزي ما قلتلك دلوقتي انتو الناس كلها كنت بتتكلمني بتقول لي انت كنت بتضحك في القرعة دلوقتي عرفته سر الدحكة سر الدحكة بتاعت القرعة بقولك سر الدحكة ان احنا بقنا برا هو ده اللي أنا كنت خايف منه هو ده اللي أنا كنت متكلم فيه علشان كده نا ما كنتش عايز ناوي النادى الاهلي اهلي مش الفرقة اللي سنتين تخرجها من دور التمانية مش ده الاهلي ممكن سانداونز ما قدم عليه النهاردة بس خبرات واحترافية لعيبة النادى الاهلي قدرت توصل مباراة للنادى الاهلي عايزه بيت سمو سماني كان بيقول انه مش عايز يفرد عليه اسلوب فرد عليه النهاردة اسلوب النادى الاهلي كان موجود كان ضيع فرص سانداونز ما يسكرش لي فرص واحدة او اثنين بس الاهلي كان متواجد والاهلي استحق انه يصعد للدور التاني دور قبل ناية خالد بيت سمو سماني يعني عايز اقف عنده كتير مدرب محترم مدرب يعني عارف قيمة ومكانة النادى الاهلي والكلام وحديثه عن النادى الاهلي يعني لقى حب من جماهير للنادى الاهلي احساسك انت عارف قيمة ومكانة النادى انت هتلعبه بتفرق كتير طبعا انا قلت قبل كده بيت سمو سماني ولعابته دايما عندهم النادى الاهلي التارجب بتاعه دايما لما بيقعد في التكنيكال ميتينج دايما بتكلم عن النادى الاهلي دايما بيقول النادى الاهلي دايما بيقول لعابته انتوا معملتوش حاجة شوف لعابة النادى الاهلي شوف النجوم اللي على قميص النادى الاهلي فعلشان توصل لده ده مش من فراغ علشان تبقى بطل القرن الافريخي ده مش من فراغ فرقة بتعرف دايماً كلامه إجابي على النادر أهلي النهاردة وهو قال قبل كده أنه أنا لعيب للنادر أهلي في الوقت الغلاط كان كلامه صح لعيب للنادر أهلي في الوقت الغلط فعلاً خرج في النهاية وخرج ومبروك للنادر أهلي كان فيه حديث الجانبية ما بين مستر فيلر وبيتس المسيماني يعني أريد أن أعرف التعقيب مستر مسيماني على مستر ميبتلي فيلر هو دايماً بيوشيد بي وشغله مع النادرher هدا بتقصده النهاردة ولا لم أتشنفات هو دايماً هو مدرب عنده احترام لنفسه وبيحترم دايماً دي مهنة لأنه في النهاية النهاردة هو كوتش في سانداونز بكرة ما تعرفش هو ممكن يكون كوتش فين ريني فيران نفس الحكاية هو كوتش نهاردة في النهاية للأهلي بكرة ما تعرفش هو حيكون كوتش فين فده شغل احترافي دايماً هو النهاردة أكيد كان كل كلام على تضيع الوقت بس في النهاية أنت الأهلي قفل المباراة الأهلي سجل هدف أنت محتاج تسجل أربعة فخلاص المباراة أصلاً خالصاً من الشوط الأولاني فدايماً هو علاقته وعلاقة وده وحب دايماً على الخط دايماً مع المدربين في النهاية ده شغل محترف شفت إبداع فيلر أنه يواجه مدرب بحجم بيتسو موسيماني ويستطيع التغلب عليه في اللقائين أعتقد فيلر مدرب كويس فيلر آه مدرب كويس ولكن في النهاية الأهلي يعني فنيات أنت دلوقتي البطولة بتنادي نهاية الأهلي لو هنتكلم في حاجات في النادي الأهلي لازم تتعيد ترتبها في نقاط ضعف في النادي الأهلي لازم المسؤولين أو الجهاز الفني يشتغل عليها أنت دلوقتي خلاص أنت هتلعب تسعين في المية هتلعب الوداد الوداد غير غير الوداد فريق نفس 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 الفكر بتاعك أنت انت في النهاية أنت لعيد دلعيب محترف فيلعب كرة للكرة أنت هتروح بره فرقة عربية تانية إحنا عارفين قديه الضغط الجمهوري الضغط بتاع جماهير قديه نفسيا قديه إحنا بنلعب على نفسية بعض فهي دي اللي هتفرق مع النادي الأهلي إحنا نبقى نبدأ نتكلم من المباراة الجاية هو مدارب كويس طبعا ما فيش كلام ما فيش نقاش مدارب كويس أن يقدر يوصل واخد العلامة كاملة في الدور المصري ووصل دور قبل النهاية أكيد مدارب كويس في شوية حاجات لازم تتزبط وإن شاء الله النادي الأهلي ياخد البطولة إن شاء الله سألك بقى في نقطة مهمة ومزيرة جدا يا ترى كنت بتقول كل الأخبار وقناة الأهلي مش حرمانة من حاجة صح أنا حبيت بس نوضح أنا لما قلت قناة النادي الأهلي مش حرمانة من حاجة أنا بنتكلم على اليوتيوب موجود كل حاجة على قناة النادي الأهلي يعني أنت رو دخلت على اليوتيوب ديش يطرر منكو على فكرة أنت برضو بتاخدوا تصريحات بطريقة عكسية أنا ما أصدتش دي خالص أنا منقول قناة الأهلي كل حاجة موجودة على اليوتيوب كل حاجة أنتو بتعملوها موجودة على اليوتيوب فهو أنتو بتقدوا شغلكو فهو لو واحد قلب بين شغلكوا لو عايز أي حاجة ما أنا هنخش على اليوتيوب لو أي حاجة أنا عايز نستنى إن أنا نروح أو نشوف أو 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 في النهاية الفرقتين معروفين لبعض مفتوحين لبعض ما ينفعش أنا نقول السنة جيت اتمران السنة جيت بسيت على تمرين مفيش كلم دي تعليق شماعة النهاية النادي الأهلي وصل النادي الأهلي خلص في القاهرة النهاردة كان ممكن حاجة بس ما شوفناش سانداونز لعب خلينا ندي كل حقه النادي الأهلي لعب النادي الأهلي وصل النادي الأهلي عمل نتيجة إيجابية مع سانداونز إن شاء الله يعمل إيجابية مع الوداد وإن شاء الله يا رب يوصل للنهاية وإن شاء الله البطولة تكون حامرة ومبرك لكم إن شاء الله على النجمة التسعة إن شاء الله بس ما جلناش السنة جاية بقى والقرع وترجعه تاني تقولولي بتتحك وما بتتحكش انا بيعجبني اللي ما بتتكلم بالقلب الاهلاوي اه طبعا انا كنت النهاردة مع كنت جنب الكابتن طارق وطارق انديل والكابتن سامير عدلي فالشوت التاني قعدت بينهم هم الاثنين فكل شوية قم قلت له يا جماعة والله الماتش واحد واحد خالص في بداية الشوت التاني خالص اهدوا ما اتعصبونيش وما اتعصبوش نفسكم ففي الاخر خلاص مفتوك يعني هي دي الروح الرياضية دي كورة في النهاية دي مباراة كورة قدم الروح الرياضية هي اللي بانت وهي اللي سادت بين فرقتين بين جمهورين يا رب نستفاد من التجربة دي يا رب نستفاد في ملعبنا يا رب نستفاد في الدور بتاعنا يا رب نستفاد في المستقبل في الحاجات اللي احنا شفناها من فرقة محترفة ان شاء الله ويتكمل ويبقى العلاقات دايما هي اللي بين الاندية حنتقبل السنة دي وحتقبل السنة الجاية ان شاء الله السنة الجاية نبقى انطلعك حبيبي ربنا خليك حبيبي حبيبي ربنا خليك حبيبي باي باي حبيبي باي أعزائي مشاهدين وتبعي شاشة قناة الندر أهلي ده كان لقان مع الكابتن خالد علي المنصق الألامي لدادي صاندوينز يعني الرجل بيحمل ولا بتقف على حاجة ولا بتعمل حاجة وبالتالي هم أصلاً في الاتين كتاب مفتوح وبينين ولأ ده احنا بنشكر القناة الأهلي اللي هي خليتكم تشوفوا الأهلي في الشكل ده وتلعبوا قداموا بالشكل ده بالزبط كده لأننا كمان وانت طبعاً عارف كلنا يعني بنحاول نقرأ ونتابع المواقع والجرائد واللي بيتكتب انتو تحديداً كان لكم وجهة نظر مختلفة شوية عن كل اللي بيتكتب في كل المواقع والجرائد لانتو روحتوا في جزئية متعلقة بالسعة البيولوجية والقوة البدنية ووقت الحر والرطوبة والأكسجين وركزتوا على أن الأهلي هيستفيد بالأفارقة اللي معاكل لهم شوف بصراحة لوحد محسوس بالزمر اللي شغالين معاه بيتكلموا الناس مباشرة أصلي خد بالك أي حاجة بتحصل في الوطن سلباً أو إيجاباً يقول لك أسلقاب القطير عمل ده أو ده لأ لازم أدل الناس أهل شغالة لمسك المصادر واللمسكين المصادر زميلي في الأهلي إحنا بنقرب دايماً أنا دايماً من مدرسة أحب أغطي على أرض الواقع أنا في المباراة السوبر شفت تدريبات الأهلي دايماً فيلر بيلعب في التدريب بفرقة بيغير فيها اتنين أو تلاتة ما تكشفش بها كل حاجة عمره لا لا عادي أصلي مع عروفها عادي لا أصلي معاش بشوف الكلام ده عادي حل فدائماً بيغير فأنت لو شفت التدريب مش هتعرف مين الفرقة تمام يعني أنت لو قعدت شفت التدريب هو مش اللي بيعمله في التدريب ده بيلعب بيه دائماً بيغير مروحنا لأميرات ما غيرش الفرقة اللي عملها في التدريب متوقع يغير فيها ما غيرش على فكرة يعني لعب شغال هو مع الناس برضو فأنا اتفرقت فحسيت إن التشكيل هيبقى كذا فقلت التشكيل قبل المباراة قبل ما الفرقة تيجي قبل مباراة السوبر آه ففجئت بناس قالك قابل خطيب بيقول التشكيل بدري وازاي يقوله وغلط وازاي مالك عارفوه منه يا جماعة الكلام ده منتهى من زمان منتهى من أيام ما كنا بنقعد نحطه والفترة الجاية هنقعد نحط تشكيل الحداشر بالإحتياطي بالتغيرات في نفس الجيل بتاع ابوتريكا وهو جيل منتخب مصر وجيل الأهلي في نفس الوقت كنت بتقعد ترسل الحداشر بتوعك قبل أي ماتش بعشر تيام معروف تشكيلتك معروف وبتنزل تعمل اللي انت عايزه إذن هنا قوة لما بتبقى موجودة والفرقة بتبقى مزبوطة تقول التشكيل ده صح التشكيل ده من الصح أصدول الحداشر السابتين أصدول اتنين تغيرين في النهاية هتنزل تكسب أي حد بالعكس لما بتوصل لمرحلة من ثبات التشكيل وثبات الرؤية الفنية وانت ببقى عندك الثقة في الحداشر اللعب دول بتغيراتهم بتطلع ودخارك بالروتيشن الحقيقي وفقا لإجهاد اللعبين بتعمل اللي انت عايزه وده اللي الأهلي رايح له بعد الفترة اللي فاتت دي فبالتالي الأهلي دايما فرقته بتعرف تشكيلها قبلها بإزواج أو تشكيلها بيبقى ثابت مجاش اليوم على الناس اللي تقولك انت قلت تشكيل الأهلي بدري فبالتالي المنافس هيشوفه لا الأهلي يا جماعة من الفرق الكبيرة زي ليفربول وزي برشلون وزي ريال المدريد أي واحد يحط يحط تشكيل فرق كبيرة والفرق كبيرة بتنزل تكسب طب ما انت بتبقى عارف في النظول اللعيبة نصبوط يعني يا فرحتي لما المنافس يعرف في النظول اللعيبة المهم التكلفات جوة الملعب دي اللي بتفتخلف لا أي فرق كبيرة طب ما كل المنافسين بيعرفين تشكيلها طب ايه اللي بيحصل تكلفات جوة الملعب هاي اللي بتفتخلف بقى بالنسبة بقى للمبارادي لعبين الأجانب احنا فكرنا بفكرة المبارادي عايزة لعيبة معينة وعايز سرعات وعايزة أداء بشكل معين فاشتغلنا على الحتة دي وخلي بقى لك ان احنا ما عندناش يعني في السفرات دي ما كانش عندنا حد مسافر معهم لكن برضو كان فيه زمينا اللي في جوة أفريقا بينكلمهم الدنيا عاملة ازاي بتاع لا فهو ادهم الفترة اللي فاتت وتحس برضو بفايلر كان فيه سنة اهتمام في الحتة دي هو النهاردة برضو نوه يدفع بباجي وجرالدو أجايه وديانج وعلي معلول طبع وحمد فاتح المين كان عندنا قناعة بالحتة دي فاشتغلنا عليه خلي بالك ساعات بنشتغل وعندنا قناعة بحاجة لكن أكيد الراجل بيبقى مش عارف يعني دي وجهة نظر دي وجهة نظر تاني دايما أنا بقى كصعفي يعني أنا ساعات بطلع حد يسألنا على حاجة يقولك هم بيقولوا كذا أو بيعملوا كذا يقولهم هم عايزين كذا فالناس يطلعوا لك ايه ده هاب طلع قال كذا دي ما بيبقاش وجهة نظري أنا بقول وجهة نظر بقول وجهة نظر زي ما زالتين في صورة خالد يقولك ده وجهة نظر إنما المعلومة بتبقى غير أنا أما بالبس بدلة جوزيه لما كنت بروح مع جوزيه في كل حتة واشوفه وكان يطلع يتكلم بشكل معا قال لهما يا جماعة أنا حاسس هيعمل خلاص أنت فهمت دماغه فهمت الشخصير اللي بتعمل معه آه فيلر برضو واحدة واحدة لغاية ما دخلنا جوا دماغه أنت بتفهمه بعمل إيه كارترون أنا فاهم دماغه كويس قوي فيه كذا فيه كذا فيه كذا هو بيشتغل الحاجة لكن النهاردة بداية مفاجئات والفترة جاية فيه مفاجئتين ثلاثة وبعد كده يبدأ يثبت لأنه هيوصل للمرحلة الكاملة اللي هيعرف مين هم اللي حدوش هاللعب بتاعهم بتغيراتهم إلا لو كان فيه لقدر له إصابات أو لوتشن بسبب الإجهات طيب جزئة بقى متعلقة بالمرحلة الجاية في البطول الإفريقية كلمنا عن مكاري جسامة وكلمنا عن التحكيم في إفريقيا لكن أنت على مشارف يعني معترق مهم جدا إذا تأهل الوداد لمواجهة الأهلي أو خلاص وهو الأقرب وهو الأقرب بالفعل والرجاء سيواجه نادي الزمالك إذن دربي مصري مغاربي تمام شايف المشهد إزاي ولسه قدامنا شهرين يعني طبعا الزهاب هيبقى في أول خمسة واحد اتنين خمسة والعودة تمانية تسعة خمسة وأهلي وزمالك هيلعبوا المباراة الأولى برة والعودة هيلعبوا هنا فلسه فيه وقت كبير وإن شاء الله بس تكون يعني البطولة المحلية والمناسبات ماشية بشكل كويس ما تدغطش ده لازم تنتظم طبعا وما تدغطش لا وتأجل والمنتخب الأجهزة فلنها تطلب توقفات وعندك بعض الأمور لا لازم بقى فيه منظور عام لمصلحة الكورة المصرية كلها لكن أنا شوفها مباراة كورة قدم عدية لكن أنا مش عشان الأهلي هبقى متخوف شوية من سكة الوداد من سكة الوداد هبقى متخوف كانت نشوف قبليك كان متطفق معك نفس الفكرة بس من ناحية مش كورة مش كورة؟ لا لا مش كورة هو كان بيقول كورة لا كورة فرقة كويسة وفرقة تقيلة وفرقة محترمة لكن هبقى متخوف أكتر من ظلال ما حدث في النهائي الأفريقية السنة اللي فاتت ومن جوه أروقت للتحادل أفريقيا أنا كنت معاك هنا في حلقة قلتلك في حاجات هتتعمل لصالح الوداد أنا بقولك إن دلوقتي الدنيا بتتغرجه للتحادل أفريقيا أتمنى إن زي ما حصل تغييرات وابترى يبقى فيه زبط على التحكيم وإن التحكيم يمشي بهذا الشكل الرائع والجيد في دور التمانية في أفريقيا بالشكل ده نكمل لما لو التحكيم ماشي بشكل كويس لغاية السمي فاينال فالدنيا هتبقى ماشي كويس الألعب أمنين بقى لا إحنا عايزينه يكمل التحكيم والدنيا تمشي كويس ما يسمشي لو مشت بنفس الشكل لو مشت ما أبدرش أقولها ما تمشي غير لما تمشي هو بكاري جسامة كويس ما أحترامي لها مش كويس بس النهاردة غصبا عنه كان كويس بالزبط هو ده اللي أنا أقصده لازم تمشي في التراك طبعا في بعض الأمور اللي قدر الله عليك وعلى الغير بتبقى أخطاء غير مقصودة بتبقى بينها وارد إنما ما تبقاش الخطأ فاجج لكن أنا أتمنى إنها تكون مواجهة فنية من كرة القدم فضلا ونهيك عن ذلك أهلي وزمالك ورجاء وداد مصر ومغرب شعبين محترمين جمهير محترمة جمهير زواقه بتاعة كرة علاقات كبيرة يجب ألا تخرج مباراة كرة القدم عن كونها مباراة كرة القدم بالزبط شكرا كرة مباراة كرة قدم تبدل في إطارها كمباراة كرة قدم هعب بقى روح كاني وروح كذا وروح كذا وبرضه بنقول إن كويس إن ما حصلتش فتنة بين جمهير الزمالك والترجل لأن البعض كان عايزة فتنة قبل كده كنت تحصل نفس الفتنة بالفيديوهات المتسوسة بين جمهير النادر قالي والترجل لكن هم على وعي تام فبالتالي أنت برضه بالنسبة إننا بنقدر كل الناس بنقدر الإخوة العرب والأشقاء وبنقدر موقعنا في قارة أفريقيا وعلى مصر مسئولية كبيرة جدا 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 وبالتالي أنت النهاردة المغرب لا إحنا طول عمرنا أشقاء ومع الزخمة محمد والحالة اللي بقولك فيها وحروب السوشيال ميديا اللي دخلت على الرياضة جماهير مصر وإعلام مصر وإعلام المغرب فهو عي تام وإن شاء الله نستمتع بمبارات جيدة وكرة القناة في الآخر تبقى منافسة على الأفضل وعى الفنيات أكيد وحتى على المستوى الرسمي جوه للتحاد الإفريقي العلاقات ما بين المهندس هنا بريدة بعض المكتب التنفيذي والأستاذ فوزي لكشة عن نائب الثاني للتحاد الإفريقي الاتنين أصدقاء جدا العقاة متميزة جدا هنشوف مين هيسيب لي مين الفترة جاية مين هيدخل مين هيخرج مين هيستعجل عايز تتكلم لا وأصلا فيه ده فيه مطش كبير ده فيه مطش كبير جاي ها في الظفر طبعا بمناسبة الإخوة العرب والتفاصيل دي أنا معي اللقاء طبعا للزملاء هناك في بريتوريا عمل اللقاء مهم جدا مع معالي السفير أرشد عمر سفير العراق في جنوب إفراقيا بيتكلم عن هذه المباراة وأكيد بيبارك للنادي الأهلي تأهله إلى الدور النصف النهائي نتابع في هذا اللقاء ثم نعود الحديث مع الزمل العزيزة الأستاذ أهب الخطيب كل التحية لكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان مستمرين مع حضرتكم وتقطيع خاصة وحصرية لبعثة فريق النادي الأهلي هنا في بريتوريا جنوب إفراقيا يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء السفير العراقي أرشد عمر سفير جمهورية ودولة العراق هنا في جنوب إفراقيا معل السفير برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي شرفنا على قناة النادي الأهلي وحرص حضرتك على التواجد وتواجد مع الكابتن محمود الخطيب ومسندت ومؤذرة فريق النادي الأهلي في لقاء أمام فريق ساندونز أنا بشكركم على المقابلة دي وأهني النادي الأهلي بتأهله إلى الدور الثمانية إن شاء الله وإن شاء الله يجيبه الكأس وأنا جيت بنفسي أهني الكابتن محمود الخطيب شخصيا يعني ولو بعتلوا عن طريق السفير المصري رسالة بس ام اس بس ديتها أهني ومبروك عليكم كتير الأهلي تجاوز دور الثمانية وصعد للدور نصف النهائي الرابع إن شاء الله إن شاء الله الكأس معل السفير يعني لمجرد علم حضرتك بتواجد فريق النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب هو أحد أساطير كرة القدم المصرية حضرتك حرصت برفقة السفير شريف عيسى سفير مصر بجنوب الفلق أن تكون متواجد وتؤازر وتساند فريق النادي الأهلي وتصافح الكابتن محمود الخطيب نعم أنا أهنيهم وأنا يعني لما سمعت إن الكابتن بيبو هنا جيت أشوفه بنفسي وأتعرف عليه لأن أنا كنت من المعجبين السابقين بالنادي الأهلي وخاصة في السبعينات لما كان فيه منافسة شديدة بين الزمالك والأهلي وكانت صباح تغني أنت أهلاوي ولا زمالكاوي أنا كنت أهلاوي وحضرتك لازلت أهلاوي نعم طبعا أنا وجودي هنا يؤكد أني أنا كنت أهلاوي دائما على العلاقات المبين دولة العراق ودولة جمهورية مصر العربية وفيه علاقات يعني مش على النطق الرياضي لا أدن علاقات وطيضة مبين شعبين مبين حكومتين على مر التاريخ العلاقات بين الشعبين العراقي والمصري علاقات متأصلة في التاريخ كله يعني علاقات تمتد إلى يمكن من أولى العلاقات بين أي شعبين في العالم تمتد إلى آلاف السنين وهذه تثبتها التاريخ وتثبتها الآثار الموجودة بين الدولتين والزيارات التي كانت تقوم بها حكومات كل الدول بينهم بين مصر والعراق ديتني جلسة لحضرتك مع الكابتن محمود الخطيب تبادل أطراف الحديث أهم النقاط التي كلمت فيها والحديث مع الكابتن الخطيب والله كنا نتكلم عن خاصة مبارح لما كنت هنا كنا نتكلم عن المباراة وكنا ندعي إن شاء الله يتأهل النادي وتأهل ومبروك وإن شاء الله الفوس حضرتك برسالة قولة لكل الشعوب العربية دايما نروح الوحدة وروح التآلف والتقاخمة بين الشعوب العربية والرياضة جزء من هذا الأمر وبتلعب دور مهم الرياضة دور مهم جدا في هذه يعني أي فريق عربي يتأهل إلى أي بطولة دولية كل الشعب العربي يأيدون وخاصة إذا كانوا الفريق الوحيد في تلك البطولة وأنا أرى أن الرياضة دائما توحد الشعوب وإن شاء الله يعني حتى الشعب الواحد إذا كان فيه انقسامات بينهم لكن الفريق الرياضي هو اللي يوحدهم أشكر حضرتك شرفتنا على قناة النادي الأهلي ودايما تكون متواجد دائما مع النادي الأهلي وتؤازر وتساند النادي الأهلي ودايما تكون برفقة الكابتن محمود الخطيب أكيد إن شاء الله وأنا أشكركم أعزائي مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي دا كان لقاءنا مع معالي السفير أرشد عمر سفي السفير العراقي بجنوب إفريقيا اللي كان حريص على التواجد ومسندة ومؤذرة بعثة فريق النادي الأهلي والجلوس مع الكابتن محمود الخطيب في مقر بعثة النادي الأهلي هنا ببريتوريا كنوا مستمرين مع حضراتكم تغطية لكل الكواليس الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي في بريتوريا انتظرونا على شاشة قناة النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وعايز أولوكم البرنامج بالنسبة للفريق خلال 24 ساعة القادمة إن شاء الله بكرة في تمرين للأهلي إن شاء الله في بريتوريا الساعة 4 العصر في إحدى الملاعب الفرعية بجوار فندق الإقامة ثم الفريق ستناول وجبة العشاء في الفندق ثم التاجه إلى مطار جوانسبرج إن شاء الله الساعة 11 بالليل هيكون في طيارة متوجهة من جوانسبرج إلى القاهرة لتصل البعثة إن شاء الله في السابعة من صباح يوم الإثنين القادم استعداداً بقى للمرحلة الجاية عندنا غمار ومشوار محلي بالنسبة إن شاء الله للمرحلة الجاية لكن ده برنامج الفريق من اللحظة اللي بكلمكم فيها حتى موعد العودة إن شاء الله يوم الإثنين الساعة 7 الصبح إهب السفير العراقي قال جملة مهمة جداً وبتعبر بجد عن قيمة ومكانة مصر والنادي الأهلي الراجل بيعشق مصر جداً بيتكلم كمان عن الأغاني والذكريات الجميلة حبه كمان لكابتن محمود الخطيب وإن هو كان حريص إن يكون موجود ويزور الأهل ويزور البيعثة ويطمئن عليه ويسلم عليه ويبارك له دي قيمة مصر يا محمد والقوة النعمة إحنا فيها جسمها قوة النعمة طبعاً اللي هي متمثلة في مصر برضو من ضمن قوة مصر النعمة الفن والرياضة هنا اجتمعت القصتين لما قالك صباح وهي بتغني في مصر وبتغني عن الأهل والزمالك في عز الزخم إن الوطن العربي كله كله كان إنت أهلاوي ولا زمالكاوي ده كان حال الكورة في الوطن العربي كله فضلاً عن عشق أستاذ أرشيد إلى كابتن محمود الخطيب كواحد من أساطير الكورة الأفريقية والعربية والمصرية وبالتالي ده السبب اللي كان يخليه موجود هناك فدايماً القوة النعمة بتعيش وتفضل المستمر طيب في جزئتين مهم جداً أتكلم معك فيهم في معلومة عندي وطرحتها قبل كده من حوالي أسبوعين ثلاثة على فكرة إن لو إذا ملعب مازينبي مش موجود في السيمي فينال في اقتراح إن الفار يتطبق من الدور نصف النهائي وألا خلاص وأصبح دلوقتي الأمر دلوقتي المتاح ما بين الملعب المصرية والمغربية التونسية في حال تعهل النجم أصبح الفار ممكن يتطبق في مرحلة الدور نصف النهائي رأيك في هذه الجزئية وهذا التوجه وهذا الاقتراح لو تطبق بشكل رسمي في مرحلة الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية أتمنى إنه يتطبق وطبعاً أنا بقولك في حالة من النزاهة اللي إحنا بنتمنها موجودة في المباراة الأخيرة تمام فنفسنا نكمل لو قدروا ياخدوا القرار لأنه في الحالة دي كده كده بعيداً عن تطبيقه في الملعب هيبقى مسؤولية الاتحاد الأفريقي وهي مكلفة لو الاتحاد الأفريقي عنده القدرة والمسؤولية إنه يشتغل بالفار في الدور قبل النهائي هتبقى حاجة رائعة جدا الاتحاد دولة يساهم لأنه خلاص من مارس الحالي بيختار المجموعة اللي هتشتغل في الفترة الجاية بالنسبة لأفضل حكام المصنفين واللجنة حتى تغيرت للمرة التالتة والتغريل الأخير ده كله علاقة باكتب المكتب التنفيذ ودخلوا الإنفانتينو في موضوع التحكيم في إفريقيا شوف الملف حتى الآن وفقاً للي قلناه الحلقة اللي فاتت اللي قبل المباراة السوبر ماشي صح تمام بقولك عايزه يكمل بس يعني يكمل كده للمشهد الأخير للمشهد الأخير وأنا متفائل دلوقتي الدنيا اختلفت تماماً في تدخل زي ما قلنا النحمد أحمد بيعد أيامه وهيبقى من الزخريات في الاتحاد الأفريقي والدنيا هتمشي في الفترة الجاية مين بقى هيترشح وانت سانة بوريدة طبعاً واحد من القامات نتمنى بالتأكيد شخصية مصرية يكون مرور طبعاً الأستاذ فوزي في المغرب عندك طب العلاقة ما بينهم تسمح بأي مشهد لا ما أنا هقولك أيوة بالنسبة ليه الأستاذ فوزي والمهندس هانة بوريدة وطارق طارق بشماوي مشماوي هم التلاتة مش هقفوا قدام بعض وجهة نظري وجهة نظري وجهة نظرك مش معلومة مش معلومة تمام من اللي أنا عنده طبعاً لسه الحتة دي لكن ما اعتقدش أن البشماوي هاني هيدخل معهم فجاءوا هم التلاتة كبار قوي وهيعرفوا يشوفوا الدنيا رايحة فين وجاية منين ويزبطوها بالشكل قد يكون الأستاذ فوزي وطارق البشماوي ممكن يقفوا ممكن وجهة الوجهة خاصة بعد ما حدث في قصة الوداد والإيقاف لا مش هيتوقف نشيل الإيقاف مقابل ان التراج يكسب فرئيس الاتحاد المغربي تراجع يعني تراجع شوية قطوة للخلف في قوطه داخل الاتحاد خاصة بقى طارق البشماوي في الانتخابات الأخيرة ما بيخسرش صوت وفي مشهد مهم جدا أنا أعزي أقول لك عليه برد المهندس هاني لما حاب يترشح راح يترشح المقعد العام تمام لا بص هو يقدر لا يقدر لكن هو المهندس هاني عنده من الزكاء إنه ما بيخسرش حد أيوة ما بيخسرش حد ممكن يدخل معاك آه فهو ده زكاء منه مش خلي بالك مش خوفا من حد ده هنا كان هو بيتعامل مع حد الزكاء جدا بس اللي انتخابات لعبة وفيها دراسة بالزبط كده بالزبط كده والفترة جاية في لعبة كتير في لعبة كتير طيب غرب إفريقيا خارج اللعبة بالعكس بس خلي بالك في تحولات لأن غرب إفريقيا كان ليه دور محوري طبعا في عدم التجديد لفاطمة سامورة طبعا في المكتب التنفيذي اللي كان مفاجأ لأحمد أحمد طبعا والإنفانتينو بس خلي بالك يا محمد إن المتغيرات بتبقى سريعة في أفريقيا يعني مش ده بيبقى الموقف الدائم لأ ولا الموقف الدائم آه بالعكس ممكن الأوراق تتلغبط وأنا بقولك هيبقى فيها يعني لغبطة أوراق لأنها بسرعة أحمد أحمد جي وبسرعة أحمد أحمد ماشي فما لحقناش يعني جمالة عمية في الاتحاد الأفريقي مش يعني التغيرات دي أسرع من حركتها طب التغيرات اللي بتحصل دي وإعلاقة إنفانتينو كرئيس الاتحاد الدولي في هذه الملفات هل لي كلها تأثير سواء سلبي أو إيجابي على مصابقات الأندل الإفريقية للمرحلة الجاية هيبقى لها تأثير إيجابي إيجابي؟ آه وإحنا ما حقموا أنت من دلوقتي شافي الإيجابي إيه بس خد بالك الإيجابي دلوقتي حاجة ولما نبقى نقع في مواجهات مصرية مغربية ما تعرفش الوضع زيادة طيب عامل إزاي؟ طيب لا أجزم إن لو جيه أنا بريدة هتبقى الدنيا مقلوبة لصالح مصر ولا أجزم إن لو جيه فوزي يبقى لصالح المغرب ولا طارق يبقى لصالح التونس خلي بالك الملفات دي حياة دي بعيدة عن الملفات دي أنا وجهة نظري إن قيمة أي واحد فيهم لوجيه هو في نزاهته في تطبيق الشفافية واللوايح على الفرق لأن أنا نفسي روح للإتحادة الأفريقي في حتة منظومة العدالة منظومة العدالة آه طبعا كانت بعيدة شوية عن الاتحادة الأفريقي في حاجات كتير جدا خد بالك يبكن أنا أقول لك الكرة التونسية خدمت كتير قوي ولكن ما كانوش أصحاب القرار 100% بالعكس ما تبقى صاحب القرار 100% ما تدرش تعمل الكلام ده ما تقدرش وبالعكس الكلام ده مش مقلوب نقطة لإنته ولتأجي مهمة جدا على فكرة الكرة التونسية خدمت كتير وهما اللي بيديروا من تونس ما كانوش أصحاب القرار رقم واحد بس كانوا موجودين في بعض الملاكس آه إنما ما تبقى صاحب القرار رقم واحد صاحب قرار وعاد على الكرسي لا يمكن تقدر تعمل كده لأن ساعتها هيبقى باين اللي أنت اللي عامل ده لأول كنت بتدرى في عيسى حياته وبعدين يدريد فحمة رحمة بعد كيب شاف هتدرى في نفسك خلاص هتبقى أنت باين تاني للإيد إنرامه ورجل كذا وطرد كذا ولقطة متع وغير يعني دي ملفات صعبة جدا كمان اختيار بقى محمد بعيد عن التحكيم اختيار الملاعب اللي بتلعب عليها البطولة في ملاعب لا ترتقي إنها تلعب عليها البطولة الأفريقية مع احترامي ملاعب الكاميرون يعني مش لا يرتقل ده ده يتلعب عليك يا سؤال لا ما بتكلمش على ملاعب الكاميرون تتكلم في البطولة نفسها انت بتروح تلعب في ملاعب وفي أجواء مش مؤهلة وانت في جنوب أفريقيا النهاردة لعبة كاس عالم أو صدافة كاس عالم ولعبت على ملعب كان ملعب تمرين كيس انت في بعض الأمور ودي من ناس ممكن تقول لك إحنا بنهبد في أزمة في بريتوريا في الوقت الحالي في الكهرباء وفي المياه مزبوط كان معنا محمد سعد وقالي الكلام ده على فكرة وفي المياه الناس بقى تقول لك هو بنلعب ليس ساعة ثلاثة عشان فيه تخفيض أحمال في الكهرباء في جنوب أفريقيا مزبوط يعني عشان بس الناس تبقى وده مش تقليلا الناس بتعمل جد وكل حاجة لكن هم بيخفضوا الأحمال الفندو اللي فيه لأهلي بيشتروا مياه من بره عشان فيه انقطاع فيه ظروف رغم ان جاروا أفريقيا دي من الدول اللي في أفريقيا بروع لنا ان زيها زي أوروبا بالضبط ورحتها أكتر من مرة قطعة من أوروبا بالضبط وفيها كل حاجة لكن اقتصاريات الدول والشكل العين أكيد بيبقى فيه بعض الحاجات احنا حصلت عندنا أزمة القهربة لفترة انتفضت الدولة بقاطة السيسي دخلنا في حتة بقت النهاردة تبصدها القهربة طبعا الحمد لله يعني انت شوف روحتي من فين لفين وبينا فين الحمد لله طيب آخر حاجة الدولة للفترة الجاية مهم جدا المسابقة تنتظم مهم جدا ما يكونش فيه تأجيل لأي فريق للك داخل على شعر خمسة طيب خلينا نقول ان فيه خطوة حصلت محترمة جدا تطبيق الفار لازم أقول ان تطبيق الفار من الدور التاني والبداية من الأسبوع اللي فات لما طبقنا في أول مباراة الفار حاجة رائعة رائعة ليه بقى أنا أصل كلام كتير بقى يتقال على الفار وعالتحكيمه بتاع يلا باشا جبنالك الفار عشان بقالكش حجة بالزبط واضحة الفار جيهو يا حبيبي عشان محدش الناس اللي بتطلع تتكلم بتقول لك أصل التحكيم وحلال وحرام بص أنا مفيش حاجة دايما يقول لك إيه بطولة حلال وبطولة حرام والناس ما تبقاش شافت البطولات ولا بطولات مستورة يقول لك أصل فاكر ساعة كذا وأصل فاكر ساعة كذا خلاص يا جماعة احنا أولاد النهار ده الفار للشطار محدش بقى يبدل يقول لي كاني ويفضل يقول لي ما أنه فالدنيا كده هتخش في الإطار الصحيح اللي حنا أفروض دي خبطها كويسة جدا اللاجنة الخماسية لها ما لها وعليها ما عليها دي من إيجابيات عشان أشلوه لكن في بعض الأمور اللي حصلت في اتخاذ بعض القرار بإيقاف لاعب ومنع لاعب وجودة كل الحاجات دي كلها تتعدل هتتعدل لكن برضو تعدلها وإن كان مرضي فلن يكون مرضية محمد بالشكل المطلوب لأن كده كده من الأساس العقوبة لم تكن مرضية وفقا للوايح والقوانين الملزمة فبالتالي لما تيجي هتخفضها على الطرفين هتبقى هتبقى آه فيها تخفيض والناس يعني مثلا اللي واخد لنهاية الموسم هياخد 8 ماتشاط واللي واخد 8 هياخد 4 يبقى ايه مرضية ويبقى اسم التحاد الكل ولجل خماسية لا عملت اللي عليها وبعدين رجعت خفضت لا كل ده بصراحة حاجات مش كويسة لكن في جانب كويس في جانب مش كويس اتمنى بقى الأمور تمشي بشكل أفضل فترة جاية في حاجة تحب تختم بها كلامك خبر معلومة لا أقول بس المبروك للنادر أهلي وجماهيره شعي تختم بخبر ولا معنا بس وعايز أقول بس إن شاء الله الأمور تمشي لفترة جاية وكلها المصرية بشكل كويس بإذن الله أتمنى عيد الجملة اللي أنا أقولتها وإحنا بنتكلم إذا كان جمهور الأهل والزمالك اتحدوا على ديئة عشرين وديئة أربعة وسبعين نفسي أنا أتحدوا من ديئة واحد لديئة تسعين في كل المباريات كل واحد شجع فرقته شجعها بالروح والشكل الرياضي والأخلاقي بعيدا عن الصوت العالي وبعيدا عن الألفاظ اللي دخلت قموس الرياضة وإحنا ملناش دعوة بها طيب مع نهاية الصوت الأول في مبارات النجم السحلي والوداد ما زالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين أنا بقول لك كده يعني بص عندما تعود شخصية البطل ما يهمكش هتلعب مين وهتلعب فيه تمام شكرا جزيلا زميل عزيز هاب الخطيب وكل التوفيق ليك ودائما كده باستمت بجدك معنا كل يوم سبس شكرا كابتا محمد أنا بقى سعيد اللي موجود معاك ومبروك ليك ومبروك للنادي الأهلي ومبروك لكل جمالي النادي الأهلي مبروك لكل جمالي النادي الأهلي شكرا جزيلا لك حلقة كانت مهمة جدا لأنها جاية بعد حدث مهم جدا كنا بننتظره خلال الفترات الأخيرة مبارات العودة بين سانداونز والأهلي ومن ثم نجح الأهلي في قطع تسقرة التأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي إن شاء الله انتظارا للمنافس في المرحلة القادمة سواء الوداد المغربي أو النجم الساحلي التونسي البطل يعرف طريقه والملك يسعى إلى القبض على الأميرة الإفريقية إن شاء الله خلال هذا العام لأن البطل بطل القرى الإفريقية دائما وأبدا وجوده بيكون على منصة التتويج رجال لاعبين جهاز فني إداري إدارة جماهير الكل على قلب رجل واحد خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق البطولات ورصد الإنجازات خلال الفترة اللي جاية والتواجد في المحافل القرية والمحافل الدولية شكرا لحضراتكم لحسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي بكم في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهل الإله شكرا وإلى اللقاء وألف مليون مبروك لكل جماهيرنا في كل مكان